تظاهر العشرات من أهالي محافظة المثنى للمطالبة بإلغاء مشروع خسخصة الكهرباء فيما اعتبر القرار إجحافا بحق الفقراء وإضافة أعباء جديدة على كاهل المواطن المتظاهرون طالبوا وزارة الكهرباء بالتراجع عن هذا المشروع الذي يعود بفوائده للمستثمرين في وقت يدقل فيه كاهل الفقراء مؤكدين أن المدينة تعاني من انتشار البطالة وتفشي الفقر الأمر الذي يمنع الأهالي من دفع فواتير الكهرباء المرتفعة الأعضاء اللي يفترون مع احترامنا للناس الطيبة صالهم 8 سنوات وأربع سنوات واحد مصل السوير وشاف شونه بها السوير السوير باعث يشرب ماء مالح منشهط يشرب ماء مالح منشهط السوير هاي هساش قد محطات حكومية ليش المحطات الحكومية عاطلة والأهلية تشتغل ليش العفو ليش عم ليش غير دينا مسؤول كوني اللي قدمينا خدمات وخلت جينا الخصخصة عدنا عوالي شيء ده كاتل الجوع لا واحد مارها لا مصطلة خدمات لا سايع عنها لا مطلنا حقوقها ثاني شيء عدنا ناس قاعدة ببطين عدنا ناس عاطر عن العمل بعد عدنا هواية أشياء وجاي يطبقون علينا الخصخصة مع الكهرباء الخصخصة مع الكهرباء لانطبقت علينا ناس كاتل الجوع منين تطيهم منين تطيهم أول شيء راح يأخذون الكهرباء يقطعونها عنه يزين يرجعون الوقت القديم للالا والفانوس شعدنا احنا شعدنا اشتركوا في القناة